سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أريد أن أتحدث معكم واحدة سورة بشكل صورة لكن هذه سورة مقابلة أو مقابلة لقوة القرآن ممتازة ونحن نقوم بإحسان هذه سورة في أول ركعة ونصلاة المغرب الحمد لله ونحن نقوم بإحسان سورة التكاثر سورة التكاثر عندما نقوم بإحسان التكاثر نحن نقوم بإحسان مختلفة في التكاثر مثال المسلمين الآن 1.9 بلعن في 2006 في 2006 نحن نقوم بإحسان 1.6 بلعن في العالم ونحن نقوم بإحسان ونحن نقوم بإحسان في الحديث أننا نقوم بإحسان كثيراً كثيراً المسلم الأمة ستكون كثيراً لكنه قال صلى الله عليه وسلم شيء خطير وعندما يتحدث المسلم الأمة تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها يقول الناس كل الناس المسلمين سوف نقوم بإحسان وهم ينحن نقوم بإحسان بقطة الإنسان نحن نقوم بإحسان عندما تأتي المموت لأسفاء الممات ما عمل النسلم يتحدث؟ يذهبون الوحيد للأكل لأكل المسلم والمسلم والمسلمين ستقوم بأكل المسلم مثل المسلمين ستقوم بأكل المسلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تسأل المسلم للبرافة صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أول من قلة نحن يومئذ ستقوم بأكلنا لأن لأننا نحن كبير ولك النمبر الأمر قال لي نحن لا نحن كبير ولكم كثير ولكم غثاء كوفاء السيل لكنك كنت طبعا فقط نضع الطفل وفي أحد الطفل تقولم أن الطفل الطفل تعرف المثلات الخلفية في السرطة؟ إذا تذهب إلى تشاهدك، سيغلقك. بعد أن تساوى في السرطة، ستجد أن تشاهده السرطة، بسبب المثلات الخلفية. لكن المثلات 이 خلفية، إذا كنت تذهب إلى تشاهده، فلا تستطيع أشياء أشياء أكل ، لن تشعرها ، لن تشعرها ، لن تشعرها ، سبحان الله. وعلى الله الصلاة والله قال وَلَكْنْكُمْ غُثَاء تَغُثَاء السَّينَ كما كنا نحن فقط كنا جميلة كما كم المُنفق الدرس وهذا الأمر سبك وَاللَّهْ سُبْحَانَهُ وَالْلَهُ الْمَهَابَةَ مِنْ قُلُوبِ عَدُوَكُمْ والله سُبْحَانَهُ وَالرَمُّ وَالًا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَالْرَمُونَ فَاللَّهُ الْمَهَابَةَ مِنْ قُلُوبِ عَدُوُكُمْ أخارك في الصوت أتحكي بكتابة الوقت وأحد أحد يتحدث عن الإسلام والمسلم والأقلقات المسلم والأقلقات المسلم والأقلقات المسلم والأقلقات المسلمة وليقذفنا في قلوبكم الوهن الله سبحانه وتعالى وليثروه في نفسك الوهن ماذا؟ الوهن الترسلاتي ومسكة الترسلاتي الترسلاتي لا يتأكد قالوا يا رسول الله وما الوهن؟ يا رسول الله ما هو الوهن؟ الوهن هذا الوهن فقال صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الموت حب الدنيا وحب الدنيا وحب الدنيا وحب الدنيا حب الدنيا تعلم هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسناد أحمد إن الدنيا سجن المؤمن الدنيا هذه الحياة مثل جايل لماذا؟ لنا؟ لماذا؟ لأنه يجب أن يجب أن يرى الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون مع الله سبحانه وتعالى يجب أن يجب أن يجب أن يكون نجنة هذه الحياة أنا أعمل جدا أرى هذا الحديث عن الصلاة انظر إلى الصلاة في الحديث الصلاة أكثر من الصلاة المنافقين فجر وماذا؟ وكذلك الله سبحانه وتعالى هل ما سبحانه وتعالى الإشاء؟ فهذه لا يبقى لك أمع المقابر أمع المقابر يجب أن تجربة الضوء الناس عربي عيس المقابر وكما يجب أن يجب أن يجب أن تقوم بسهر الضوء ثم 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 حتى زرتم المقابر كمس كلمات التوطلية؟ هذه 2 قمات ثلاثة ثلاثة أكثر من 2 هذا يعني أن الحياة في العرن أكثر من الحياة الآن الحياة في العرن أكثر صحيحة أخوات قبل أن أخوات أخوات عن هذا وسلم أبداً أخواته ويقول سبحان الله إنه صلاة الفجر وصلاة العشاء للمنفقين، للمنفقين، إنه جميل، جميل جميل، حتى لو يذهبون بعض الوقت، فقط لإظهار ما هو المنفق؟ المنفق هو أنه يظهر لك شيئاً وفي رأيك شيئاً في رأيك شيئاً شيئاً، هذا هو المنفق والعياد بالله لكن لماذا الفجر والعشاء لا تجد الكثير من الناس في المسجد لأنه فقط إذا قد تسمحوا الأمر، المجموعة، المنفق، إلى أداء الخروجين، في رأيك ت pandيب، تنفقّون إلى المنفق كيف تم تصحيح هذه المدينة، المدينة تصبح صحيحاً أداء المدينة تصبح خطر بالمحود الومان، ارتفاع الامبرجان حقاً. وما حدث؟ ومن يجب أن تكون مدينة لتكون مدينة؟ عبد الله بن عبايي بن سلول. يجب أن تكون مدينة. كان مدينة لتكون مدينة لبرزيا. أنت تكون مدينة. وعندما كان الإسلام مدينة في مدينة لا يوجد مدينة. لا يوجد الإسلام الآن. لذلك كان يحب الناس صلى الله عليه وسلم. ومن يحب الناس معه، يجب أن تكون مدينة لتكون في مدينة. يجب أن تكون مدينة لتكون في مدينة. لذا، عندما تذهب إلى تحديث، تلك المنزل، يتبعون إلى الدنيا. ومع الناس، ومع الناس، يسلل كل شيء لفعل الله سبحانه وتعالى. عندما يقوم الناس، ما هي الأولى التي فعلته صلى الله عليه وسلم؟ كان يقوم بمدينة بين الأنصار و المهاجرين. بين الأنصار و المهاجرين. الأنصار و المهاجرين، يقوموا كل شيء مع المهاجرين. لماذا؟ لأنهم لا تكون مدينة لدنيا. لأنني أحياني أخيار و أصدقائي، إذا كنت أحيانك حقاً على الله سبحانه وتعالى، لا أحد سيأخذك. ستشعر، حقاً، ستشعر، 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 سكينة، ليس مع أي شخص. وما لا أحب لك بعد؟ عندما قال حدا، سيطع عن حلاوة الإيمان، الأمسكة الإيمان، ستشعر، ثلاثة من كل، وجد فيه حلاوة الإيمان، الله أكبر، سيطع، تشعر، ستشعر ، ستشعر، ما هي الأمسكة، مثل تشعر؟ كيف تشعر، تشعر، إمان، إذا ستعادة اتنهى سبحانه وتعالى، وليس جيدا جداً، إنه جيد جداً، أمام الله ورسول الله أحب إليه من ما سيوهما شكراً الله ومسدره، الله وبرفة صلى الله عليه وسلم اللهم ومشارك الشمال، الله وبرفة كل ما حبك الشمال! كيف؟ كما أنتلك؟ الأنبع أنك شمعت الله أكبر! قد قد أماني بعد هنا، حسنًا، قم أتذكر، وأنا أسأل هذه المسؤولة، ونعطي أعطي المسؤولة مرة أخرى يا أبناء إذا كنت أحب الله سبحانه وتعالى، أعطيكك إذا كنت أحبه، أعطيككك إذا كنت أحبه الله، أعطيككك أنا 100% متأكد كل منكم، إلا أنكم أعطيك، حسنًا كل منكم أحب الله tutti you with no doubt, because you are here that is the proof that you love allah but really how many of us know allah don't tell me, yeah i know the 99 names allah that is not enough once I told you, if you love allah one thing before the love and one thing after the love that you prove to me that you love allah معرفة, knowing allah subhanahu wa ta'ala بإمكانه وإنهاره هناك مختلفة بين الرحمن و الرحيم هناك مختلفة بين الغفار و الغفور هناك مختلفة علينا أن نفهم هذا أولا نقول معرفة الله عز و جل لتعرف الله عز و جل ثم تحبه بالأكيد وإذا كنت تحبه ماذا ستحدث؟ تتبعه يفلو الله اتباع فالله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر لن يؤتش الله سبحانه وتعالى لا يؤتش لكن الله عز و جل يتحدث عن بعض الناس ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى أنتم في المقابر يا الله هذه الحياة كثيرة من المقابر نحن في المقابر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قلت في البولير ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حالب إلى حالب between the blink of the eye how many seconds take the blink of the eye less than a fraction of the second less than a second you blink between that blink الله عز وجل تختار من حال إلى حال حال إلى حال مختلف ولكن من الظرق من الجميع يموت ومن المرحل من الجميع من الظرق من الجميع ترى؟ حتى زرتم الله عز وجل قال زرتم في العالم العالم قال زرتم ما هو زرتم يا أخوان؟ تقلق في الغرب لديها حديث وإلا ترى ترى ما هذا الغرب؟ ترى ترى هذا الغرب؟ أريد أن ترى 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 مرة أحد أنه هو معروف معروف أو معروفين أو أي من الله بمعروف أو إمن الله عنك؟ كل منك every? إذا قتلت أرى تحرك تحرك هذا الهركب أو تحرك هذه معروفها هل تعتقد أرى تحرك هذا الغرب؟ هل يعتقد أن هل يقررت؟ لا لا ثلاظ أرض هنا إذا كنت أعطتك في الأحل هل تعتقد أن الأحل ستحق؟ المبيت صلى الله عليه وسلم قال المتأكام المثل المثل الحياة المثل هذا الأخير شكرا مع مثل هذه الأعبة أرجوك في صديقه المثل هذه الدنيا إلى هنا HUW مثل هنه يقضى إصباعه في الأيام لديه شخص يضعه في الآخرة وظاهر في الآخرة وهي حياتك و الآخرة هو الآخرة هل تأثير هذه الحياة؟ إذا تأثير هذه الحياة حياتك 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 سيئة كل يوم سيئة يجعلك محرح لأسفة ومحرح لأسفة فقط وقرأت فقط 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 ما يجعله الله سبحانه و تعالى ما يجعله الله سبحانه كما يجعله الله سبحانه و تعالى ما يجعله الله سبحانه و تعالى ثم إنه كثيرا لأسفة طوال ما يجعله جدا في كل غرق تقضي من سكانك من يجعله رسالة أحضر لأسفة يا رب لأسفة أريد أن تتفكر لأسفة ما يجعله بعد أن نتصابه ما يجعله ما يجعله ويجعله سهل حياتك المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون الله عز وجل give us the guidance the Quran and I want to give you small الآيات from surah Allah subhanahu wa ta'ala says فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما خشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الله عز وجل says فإما يأتينكم مني هدا فإن لك أحضركم مني قرآن كثيرا أحضركم مني هدث أحسنكم مني حسنكم انتظر قصيري يمكننا أن ترى هؤلاء هنا كتابة؟ هل يمكنكم أن ترى نهائيا؟ هل يمكنكم أن ترى نهائيا؟ هل يمكنكم أن ترى كلاما هنا؟ حقاً؟ اذا نمتلك وقت الأحلام إذا قلت لكي أخبرك أنك لا ترى سترى من الدور شكراً لأن تريد أن تكون مذهلة لكن لو أنني اسألها باشياء محطة. محطة محطة. ويقول ايضاً من هنا. ما سيحدث؟ لا تستطيع. لا تستطيع. لماذا لا تستطيع. هذا يسمى الضلال. هذا سيكون محطة أو محطة. لا يمكنك أن ترى. فلا يظل ولا يشقى. شقاء في هذا الحياة. يكون كم حياة حياة. يصبح كثيراً. يصبح كثيراً. يصبح كثيراً. لكن شيئاً محطة. شيئاً محطة في حياته. شيئاً ليس هناك. ما هذا؟ الإيمان. الشعور الإيمان. يا الله. فلا يظل ولا يشق. ومن أعرض عن ذكري. ومن أعرض عن ذكري. لماذا؟ ألهاكم التكافر. لأن الحياة التكافرية. الأشياء العالمية يجب أن تكون محطة. يجب أن تكون محطة. فلا يظل. ومن أعرض عن ذكري. فإن له معيشة ضنك. في حياة 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 حياة. لا يمكنك أن نعيش. لأنه لا يوجد إيمان. 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 ومن أعرض عن ذكري. فإن له معيشة ضنك. ونحشره يوم القيامة أعمى. ونحشره يوم القيامة أعمى. ونحشره عند المنزل. ونحشره أعرض. blind that means have no eyes قال ربي لماذا حشرتني أعمى he will kill my lord رب the one he created me you call him رب why you raise me up blind and I used to have sight while I have sight eyes before قال كذلك أتتكى آياتنا I send you my ayat I send you my Quran I send you my messenger my prophet and you forgot those ayat and today you'll be forgotten may Allah protect us from that Allah عز وجل says now we know the true but materialistic life make us busy ثم كلا سيعلمون and they will know in the hereafter they will know in the the true because Allah the people will be two types of people شقي وسعيد شقي they have miserable life in جهنم والعياذ بالله and have a person like you إن شاء الله إن جنة إن شاء الله رب العالمين so we're gonna be two types either this or this you choose when there to choose no brothers and sisters now you choose you're gonna be among the believers or somewhere else we have really to remind each other with that it's not easy this life I'm telling you brothers and sisters is very hard extremely hard this life is not easy and Allah subhanahu wa ta'ala told us in many ayat in the Quran even the prophet sallallahu alayhi wa sallam he told us about the jannah the paradise حفت بالمكارب the jannah surrounded by all kind of hardship it's not easy to reach it but النار حفت بوات بالشهوات النار surrounded by all kind of desire easy for the people to go anywhere they want but it's not easy to come for Fajr it's not easy to fast the month of Ramadan it's not easy the sheikh was some brother fasting today 13 14 and 15 of every Arabic month or lunar month it's not easy brothers and sisters I'm telling you that's why we are very hard to reach but when we reach we are safe when we are there in the jannah with the prophet sallallahu alayhi wa sallam we are safe no we not I'm telling you we not because you never know what's gonna happen you know l-hasan al-basri one of the great of the tabi'i he was in al-basra al-basra where is Iraq قال يا حسن يا إمام do you if the angel of death now is here if the angel of death is here and give you the choice do you like to die now you like to die now or you like to die shaheed in al-kabah shaheed in al-kabah فقال now I would like to if the angel of death give me the choice I'll die now قال يا إمام شهيد تبدو صلى الله عليه وسلم يا إمام شهيد قال وما يضمن لي أن أصل الكعبة مسلمة وهو will be guarantee for me to reach from here al-basra to al-kabah to mecca and I still become a Muslim but now I am a Muslim I know myself I am a Muslim now so you cannot you cannot tell the brothers that's why the prophet when he is one of the salah he always remind the sahaba قال صلو صلاة موادع pray as this is the last prayer because you never know if you come for Aisha or not right or not you never know then let me make this salah perfect because I never know what's going to happen to the following and next salah the brothers used to be in Bosnia and he used to tell me he said brother we pray the prayer and we didn't know if there is a a bomb or a rocket or a missile or somebody will come and kill us they're always ready that's what's supposed to be always ready even if there is safety here still be ready because you never know yesterday I was mentioned to the brothers in an ayah قال الله عز وجل says in surat النساء قال اينما تكونوا اينما تكونوا اينما تكونوا اينما تكونوا even if you are hiding 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 inside a castle sealed a place no one can tell you are inside ابن انجل if death will come inside there is no borders كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما يقين even if you know the true about now and about tomorrow لترون الجحيم you will know if the prophet صلى الله عليه وسلم brothers is very scary the prophet صلى الله عليه وسلم he was with the house of أم سلم أم سلم رضي الله عنه his wife and he was praying he's dehydrated فمد يده تقدم خطوة ومد يده one step and he tried to reach something to grab something and he was afraid and he stepped back two steps أم سلم his wife watching him watching the prophet صلى الله عليه وسلم after he finished قالت يا رسول الله رأيتك I saw you doing something you didn't do it before in the salah and he said what you saw قال I saw you step one step in the salah and then suddenly out of fear scared you went two steps to the back what happened قال 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 رأيت بابا من الجنة قد فتح I saw a door in the paradise in the jannah it's opened ورأيت عن قودا من عناب الله أكبر and I saw look at that when the person his heart attached and opened he can you can see the jannah and I saw the jannah one door from the jannah opened and I saw a bunch of grave grave and I want to take this grave to give it to you but ورأيت بابا من النار قد فتح and then I saw a gate door from the hell fire opened and I was afraid and I went back two steps in the beginning in the beginning one step and when he saw the fire he went two steps and that is the prophet the one Allah forgive all his sin in the past and the future there is no sin for the prophet and he was afraid what about me the miskin the poor the sinner see brothers and sisters don't think because you pray day and night mashallah there is still you are in a safe side you're not yet now Umar what do you think about Umar ibn al-Khattab what do you think about him he's one of the greatest of the sahawah he's the second khalifah shaytan he used to run away from Umar imagine shaytan he used to run away some ayat revealed Allah azawajal revealed some ayat because of Umar and he used to say if there is a caller on the day of judgment calling if there is a caller calling everybody in a paradise in a jannah except one person in a hellfire I will think that I am that person that one and that is Umar that is Umar that is Umar that is the honey and then I open the jar and I make you taste the honey taste it that is that is that is for sure definitely that honey is sweet those people in the day of judgment they would see the hellfire and guess what they would be in the hellfire definitely and it's not easy you know because you never know you know brothers jihannam how many levels to the barum how many how many seven number one by the way call it jihannam number one would call it what call it jihannam do you know jihannam this belong number one belong to whom who 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 no not muslim not muslim disobedient muslims disobedient people disobedient do you know the person let's take for a muslim but delay the salah you know the surah when Allah said surah al-ma'oon wallah subhanahu al-daqir waylun lil musallin al-ladhina hum on salatihim sahoon wayl what is wayl wayl is a river in jihannam waliyyadu billah wayl river in jihannam consists of what blood of women after birth blood al-usara ahli jihannam waliyyadu billah ya Allah al-usara is the the fluid the liquid of the people of jihannam when you cook something make barbecue when you make barbecue there is some liquid come from the meat right there is liquid huh that liquid waliyyadu billah may Allah protect us from that the people in jihannam Allah subhanahu al-daqir burn in jihannam there is some liquid that liquid that liquid go to the nahr called the nahr or the river of wail or the river of waw in jihannam imagine blood and the liquid call it pus sadid pus p-u-s and that is boiling can you imagine with me something boiling blood and pus and boiling together for the person delay the salah not miss the salah just delay just make dhuhr before asr not on after asr on asr no 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 just a few minutes before asr asr before maghrib maghrib just before isr because of what because of the surah al-haakumu takathir because matricistic life worldly things game something like this make you busy Allah subhanahu wa ta'ala will put that person delaying the salah in that river what a person does not pray at all what a person not praying at all what the so jahannam wal'iyadu billah brothers and sisters with disobedience muslims do you know what is in the tab of sirat because this is sirat under sirat there is jahannam first level and then lada then hutama then and all the way to the 7th it could it could may Allah protect us from that but I'm not going to describe for you that jahannam wal'iyadu billah but in the tab of jahannam something very scary you know what we call it shanakil hooks you know how the hook look hook like this taking the people they are we are in the tab of sirat not us some people in the tab for disobedient muslims and according to the sin you do right now delay the salah interest they are muslims a woman not in a complete hijab she said I don't have time for hijab because I work because I work that hook take the person put the person in a hill fire and one day equal 50,000 years one day is what? equal what? from our times 12 months 12 times 50 how much? 12 times 50 60 60 60 and 60 like mean 50 12 times 50 that's been 6,000 years in our years in jahannam 50,000 now this is a big number I cannot even calculate may Allah protect us from that it's not easy my dear brothers and sisters to work in this dunya to reach that place and then Allah in the end and then Allah will ask you in that day about the bounties the favors the things you have right now Allah will ask you what does that mean? Allah will ask you why came for Aisha? why you are here? why you just pray for Maghrib? you just pray Maghrib but why you pray Maghrib? you know Allah عز وجل says in surah Al-Ahhzab surah Al-Ahhzab Allah s.w.t says look at this وَلْيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عن صدقهم ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah وَلْيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ Allah will ask the truthful the truthful the believers the believers the Muslims why you are Muslims? why you are a believer? do you have an answer? do you have an answer? we have to prepare ourselves we have really to evaluate our work we have to re-evaluate our life you have to think brothers and sisters is not easy وَلْيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صَدْقِينَ Allah will ask the truthful why you are a truthful why you give zaka why you give sadaqa why you are a Muslim think about it for a moment and Allah subhanallah ثم Allah will ask you about Allah will ask you you know let me give you a hadith in Al-Bukhari the sahaba they were travelers Allah and then they are travelers and they felt so thirsty they want to drink you know drink water look at this water and they found water and all the sahaba they start to drink Bismillah Alhamdulillah this is halal wa haram I just drink three sips of water halal wa haram seriously halal wa haram the prophet sallallahu wa sallam he saw the sahaba drinking and Allah and the prophet sallallahu wa sallam he said telling look around the sahaba qal wallahi la tusalunna allah will ask you about the water you just drink why you drink it just for because you are thirsty or you drink it because you want to live to worship Allah subhanahu wa ta'ala see this is different I can drink water look what is your son name Amir Amir Allah subhanahu wa ta'ala will ask you about Amir why you hug him like this why you give him this clothes why you teach him Allah will ask us about our kids imagine this brothers and sisters Allah will ask me about my wife Allah subhanahu wa ta'ala will ask me about my sister Allah subhanahu wa ta'ala will ask me about everything in my life I'm responsible too because the prophet sallallahu wa sallam all of you shivered and everybody will be responsible Allah will ask you about your wife your daughter your son and your family your mother and your father Allah will ask you about me as a Muslim if I am in need or I am I want you I need you for something I need your help Allah will ask you but in the same time Allah subhanahu wa ta'ala will ask you if you are able to do so or not Allah knows best my dear brothers I will end because the time is running I don't want to finish but I see the time is running very fast I want you to think about this surah small tiny surah but make you think a lot he don't want this life to deceive us to take us away from the true message the message of la ilaha illallah Muhammad rasulullah the true message that Allah subhanahu wa ta'ala send me in this earth for Allah subhanahu wa ta'ala I create I create I create Allah says I create I create jinn and mankind human being for one duty what is the duty is to worship me he says subhanahu wa ta'ala are you really worshiping Allah subhanahu wa ta'ala the way that Allah subhanahu wa ta'ala says worship maybe yes maybe no who is the judge Allah you no now you the judge Allah will judge me there Allah azza wa jal will judge me there in the hereafter in the gathering land when Allah subhanahu wa ta'ala puttul mizan the scale put your deed your a'mal in the scale is and re-evaluate now you the judge not Allah yet you think about it for a moment what you really have done for yourself for Allah subhanahu wa ta'ala is a reminder this tonight is just reminder and I'm saying that my dear brother sister maybe some of you heard what I went through for the past few months with sickness really make me think what I did what I have done in my life I do want you to be sick to think but it's a reminder for everyone brothers and sisters you know who is the most important body around you hmm after yourself your family after yourself your mother your father your wife your daughter your son those people the people if you die who inherit you we have first degree inheritance and second degree inheritance and third degree inheritance the first people if you die may Allah give you a long life your wife will take part of the inheritance you are responsible you are responsible for your wife 100% you responsible to teach her to teach your wife what is right what is wrong but you know what with the gentleness you know look at this story I know the time Shaykh can you give me permission just to proceed a little bit because I think this is really important to share it with you inshallah one of the greatest of the sahaba but he was a poet poet writing poetry to file and to file the Allah and who he went to he went to the people of Quraish telling him about the prophet sallallahu alayhi wa sallam with his word he can make sehre he can make sehre don't listen to him don't listen to him don't listen to him and he said about himself I stuffed inside my ears caton caton I don't want to hear him I don't want to hear him what he's saying and then my dear brothers and my dear brothers and my dear sisters and he said about himself وَشَاء الله أن أذهبي إلى الكعبة وأراه هناك by the will of Allah I went to الكعبة and I saw محمد صلى الله عليه وسلم over there and he's telling himself قلت يا طفيل وثكل أمك أنت رجل عربي لبيب شاعر وثكل أمك وثكل أمك ومثل وثكل أمك وعلم أنك العربي وثكل أمك حلوها ومرها تعلم أنك تعلم أنك وعندما وقسمع عنه وقد طلد المساعد منه منه وقد طلد وقد طلد صلى الله عليه وسلم قال يَا محمد إِنَّ قَوْمَكَ حَدَّثُونِي عَنكَ كَذَا وَكَذَا أو محمد يا أجل يا أجل أخبرني عنك وكذا وكذا أخبرني ما لديك النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه هو الطفيل وأنه يعرف العربية هو سعيد النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحد صورة أتمنى أن المنزل والأطفال تقريرها كثير منكم تقريرها قلوا الله أحد تقريرها ترى النبي تقريرها تقريرها أولا أخبرني 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 صلى الله عليه وسلم قلوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وكذا فأسلم مكان هي بكما مسلم قلوا يا رسول الله إني رجل المطاهم في قومي أو مسنجر أخبرني المشروب المزيد أعطيه البيعي جيدًا يصبح مسلم ومعه وكانت لجاهة لكنه لا تستمع أرجوك هم تسعين ماذا يشترون في المشروبه بيه بها بيه قاله أنت ليس يا أبي أنت ليس يا أبي قاله أنت ليس من أبي أباً والأباً، أنت ليس أباً أباً. ماذا يحدث معك؟ قلت لهم، ماذا يحدث معك؟ قال، أنا مسلم، أنت ليس. أنا مسلم، وأنت ليس مسلم. أخبرنا عن الإسلام يا أخي. أعلمنا. وبدأت أن يتعلم عن الإسلام، وهم يصبح مسلمين. الحمد لله. وعندما تتحدث عن الناس، مع هذه الأسفل، لا يستطيع أن تستمع لك. ولكن أحد يصبح مسلم معه. تعرف من هذا المجل؟ أبو هرائرى رضي الله تعالى عنه. فقط أبو هرائرى أصبح مسلم، وظلت أخير، وقلت عدد إلى الناس، وقلت عدد إلى البيت، وقلت عدد إلى البيت مع الشمس، ليس مع شمس. لماذا فعلت مع الشمس؟ السرطة، إنه مقبرة، إنه مقبرة، فقلت مع الشمس، فقلت إلى أن تصل. وقلت يا رسول الله، لقد غلبني على دوس الكفر والربا والزنا. يقول أن هذه الناس من داوس أنهم ليس مسلمين أنهم كفار أنهم عبادة وزنة ونسرية وقال أدعو عليهم أن يدمرهم الله أسأل الله أن يدمرهم أسأل الله أن يدمرهم انظر هذا مثل موسى تف ومشاء الله تف هل هذا صحيح؟ لا برو حسنا تف لا أريد وكني أريد كان要 ا popping اللهم اهدي دوسا وا certain by them Muslims اللهم اهدي دوسا واهدي بهم شيء الله تعالوا المؤمنة وداية لحظم وقعهم لنبي كوميس ثلاث مelles قد قلنا قال يا طفيل الآن انتظر إلى هذا المسك يا طفيل ترفق بنفسك قال طفيل امتعه بسيطة امتعه بسيطة امتعه بسيطة وعد إلى أهلك وعود إلى أهلك وترفق بهم ومعه بسيطة ومعه بسيطة واهدهم إلى الاسلام بعد أن يكون جعيفا معهم انتعه بسيطة ونكريهم عن الإسلام أهل قد وسهل إلى أسنة من أسنة ثم إلى قائمة ثم يكون جعيفا معهم ونشاهده إلى البيترات الله ذلك كلهم يصبح مسلمين دلك كلهم ذلك كلهم ذلك الكلمس 30,000 من شخص من شخص من 30.000 شخص هذا ما يقولوني يا أخي جلتنس هو مهم جدا جلتنس هو مهم جدا لا إله إلا الله والله أكبر